السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم إن شاء الله تكونوا بخير وأفضل حال عايزة النهاردة أكشف معاكم في بعض النقاط المهمة عن الحرب الكبرى أو إن ممكن تحصل حرب عالمية في عام 2024 إيه اللي ممكن يخلينا نستشف إن ممكن يحصل حرب عالمية بعض الناس عارف إن هم متفقلين إن هم يقولوا مش هيحصل حرب عالمية وصعب جدا لإن كل عارف مخاطر الحرب دي أنا معاك ولكن خليني أفكرك إن في الحرب العالمية التانية كان الكل برضو مستبعد إن تحصل حرب عالمية قبل قيام الحرب العالمية التانية خاصة إن هم ما شافوا وقلات الحرب العالمية الأولى وبالتالي كان الكل بيحاول إنه هو يقول إنه مش هيحصل الحرب دي النهاردة في عوامل مشتركة بتخلينا إن إحنا ممكن نستشف إنه ممكن يحصل حرب عالمية تانية وأنا أأمل إن ده ما يحصلش أبدا بس الأول خلينا نقول إن إحنا عندنا الحرب الروسية الأوكرانية شغالة في اللحظات الحالية بشكل قوي جدا النهاردة أعلنت مثلا وزارة الدفاع الروسية على إنها أسقطت 21 صاروخ من أوكرانيا و 175 مسيرة بالإضافة إن أيضا وزارة الدفاع الروسية أعلنت إنها مبارح بالليل أطلقت سواريخ أرضا وجوا وبحرا على مجموعة أهداف استراتيجية تخص مراكز الطاقة ومصانع الأسلحة ومخازر الأسلحة تاني في أوكرانيا النهاردة روسيا شغالة بشكل قوي جدا على تدمير البنية التحتية الخاصة بالطاقة ونركز كده في كلمة الرئيس بوتين الأخيرة لسه كان أي الإنبارح ما يقولون عن الوكراين تتعرين بناولة أكايا وهو غير الجوش خبورة خبورة صورة أسلحة لأخذ منهم من الأفضل للعديد منهم من تبحث عن أخذ منهم فقط باللوضع أن الإيكار تتعرين تبقى العميش ستسرح مقرى عندنا في الوال ستريت جورنال وأمها بيتكلموا على أن روسيا استخدمت السنة دي مجموعة من المواد الخاصة بالمدافع أو الزخيرة وبتاعة المدافع خاصة المادة اسمها نيترو سيليلوز المادة دي المفروض أنها روسيا ما بتنتجش منها كتير تخيلوا المادة دي أخدتها منين أكتر الوالدات أخدتها منين من أمريكا ومن بعض الدول اللي تابعين نيترو أو زي ما بقول لحضرتك كده المادة دي اتخدت عن طريق بعض الشركات التركية اللي وردتها بعد كده إلى روسيا وده اللي بيحكس عندنا حاجة إن النهاردة روسيا بتستعد بشكل كبير إلى حرب كبيرة هقول لحضرتك بقى كده عشان ممكن حد يفتكر إن أنا بهول من الكلام أم للحرب العالمية التانية فيه أوجه شبه كبيرة بينها وبين دلوقتي زي على سبيل المثال أول حاجة صعود القومية قبل الحرب العالمية التانية صعدت بشكل كبير القومية في ألمانيا في إيطاليا في اليابان النهاردة صعدت أيضا القومية في روسيا وفي الجانب التاني ببعض الدول زي الموجودة في أوكرانيا القومية اللي موجودة في أمريكا وصعود القومية ده اللي ظاهر عندنا حاجة تانية وهي الفشية الفشية اللي وجدت عندنا أيضا قبل الحرب العالمية التانية هي والنازية في ألمانيا وفي إيطاليا النهاردة أهو أمامكم من الصحف البولندية وهو بيتحدث عن وجود الفشية والرئيس بوتين وهو بيتحدث عن النازية اللي موجودة في أوكرانيا والنازيين القدد أسكربلينة في أدرس برورقة محمد هذا ما هذا؟ هذا سوبر التوارضة؟ أنا أعتقد أنه لا هذا نرشان سوبر على إيطاليا ونرشان святых чувств людей которые إيطاليا الإسلام وده اللي بيدخلنا الحاجة تالتة وهي برضو كانت في قبل الحرب العالمية التانية الحلفاء والمحور كان حصل برضو قبل الحرب العالمية التانية على طول وجود دول الحلفاء ووجود دول المحور النهاردة برضو اللي هو بيتسمى الاستقطاب السياسي اللي موجود عندنا النهاردة بالحرف في روسيا ومؤيدين روسيا وأمريكا ودول النيتو بشأن النهاردة عندنا روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران حتلاقوهم كده في جنب وحتلاقوه الناحية التانية أمامهم الناحية التانية النيتو إذن عندنا أيضا ده استقطاب السياسي كان موجود قبل الحرب العالمية التانية بالضبط موجود دلوقتي من التنقل إلى سباق التسلح قبل الحرب العالمية التانية كان حصل سباق تسلح كبير ما بين بعض الدول وايضا النهاردة سباق التسلح اللي بنشوفه ما بين امريكا وما بين روسيا والصين والتاريخ يعيد نفسه كمان في خطاب الكراهية قبل الحرب العالمية التانية حصل خطاب كراهية كبير تجاه اليهود يجي النهاردة العالم يمر بنفس الاحساس ولكن هو خطاب الكراهية تجاه المسلمين على يد اليهود واعوانهم وده اللي بيحصل عندنا في غزة اخيل لما مجلس الامن على سبيل المثال انه هو بيصوت تماما بالاجماع على ان لازم اسرائيل توقف اطلاق النار هل اسرائيل وقفت اطلاق النار؟ النهاردة مفيش اي حد بيسمع لمجلس الامنة او الامم المتحدة غير بالمزاق والحاجة الاخيرة برضو ان احنا عندنا قبل الحرب العالمية التانية كان فيه تسباق للتكنولوجيا السلاح حصلت في تطوير الطيران وتطوير الدبابات النهاردة دخلت كانت دي تعتبر نقلة كبيرة في الحرب العالمية التانية النهاردة برضو نقلة كبيرة حروب الدرونز والزكاء الاصطناعي يعني احنا لما نيجي نقارن ما بين ما حدث قبل الحرب العالمية التانية وما يحدث النهاردة هللاقي ان فيه اوجه متشابهة برضو انا عارف انك انت ممكن تقول دي مجرد صدفة طب نبص كده على نيوزويك نيوزويك برضو النهاردة في المقال ده وهم بيتكلموا على نفس الشيء اللي بكلم حضراتكم فيه وهو الصراعات الكبيرة اللي حصلة في العالم النهاردة الصراعات دي من الوارد بشكل كبير انها تؤدي الى طفاكم الازمة بيتكلم هنا عن الازمة الاوكرانية ونقص السلاح بيتحدثوا على ان بشكل غير مباشر ان من الوارد ان يكون عدم وجود اسلحة كفاية في اوكرانيا علشان ده اللي يخلي الدول الاوروبية انها تحس ان فيه خطر كبير هيحصل لهم وده اللي يشجع الدول الاوروبية على انها تدخل في خطر المواجهة امام روسيا يعني النهاردة هقول لحضرتك كده لما تبقى الدول كلها عملة تدي اسلحة الى اوكرانيا فخلاص اوكرانيا عبارة عن خط الدفاع الفايروول اللي ما بين روسيا وما بين اوروبا طب النهاردة روسيا عملت تتقدم النهاردة الجندي الاوكراني ما فيش اي احساس عنده ولا دافع خالص ان هو ينتصر في المعركة وليس لدينا في الخطر اخذيني لنا نبريدل نبريدل لزرابة بالنسبة لدينا في الخطر واني تجربت من اخذر تجربت من قبل اخذراني كان لدينا اخذراني واني اخذراني اخذراني أحبت العقابي على المعد. أحبت من الوصول وخبرزتي في دشته في نهائج. في الناس للمحارس الثالي لقد نقرأ الله لا التدخل. أنا بشكل رسل في السرطة و ندفو. ويترتك في دشتهAR في نهائج. ولكن ما نحصل في نهائج. عام عام حقالي يدد خلالي مجد. وقتنا يبزلوا الجامل في مجالاتي لم يكني من الفرزيان إلى دونسك وقعنا من البطر وانتظم بحضور قبل وكبيره إلى تحديد تحديد مجالاتي سعديدية لم يكن لا يمكنني من التحديد كما 20 مجالات سعديد مجالاتي وليس لهم وليس كما أعلم وكذلك وفتح أنه تجد، ستبقى في مطارب التالي في مطارب التالي ويقضوا في مطارب التالي ويقضوا في المطارب التالي هذا المطارب لم يكن يدعى ونتهي في مطارب التالي يسرى لن يتعلق منه تحديد من عامة عن عامة في عامة عامة ومحر 10 من خلال لن أماما من فضلك الوحيدة فعليين لا يريد عندما ان يحصل ومعوني وعلى اللقاء ومعوني مجرم لنفذر مجدد الناس مخمض كما انت سمعت كده كل اللي الغرب عمال بيقوله كل الاوكران عمالين بيقوله على يد الجندي الاوكراني ده هو بنفسه بيقول انها عبارة عن اكاذيب احنا عمالين بنا نهازم فده النهاردة الصورة اللي عايزين يوصلوها ليه ان روسيا بتتقدم وان ده خطر ان روسيا حتدخل على بولندا وتدخل على دول البلطيق كمان الصراعات اللي موجودة النهاردة في الشرق الاوسط واسرائيل واسرارها على اقتحام رفح والعالم كله بيتفرج عليها ولا حد فتح بوقه وقال لهم انتوا جالكوا قرار مجلس الامن ووقفوا لا 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 خالص ده برضو ميقدي الى احتقان النهاردة برضو الساحة ما بين حزب الله وما بين اسرائيل اللي بينعكس من اعوان ايران النهاردة لسه حالا النهاردة النهاردة اسرائيل اغتالت احد القيادات الكبيرة جدا في حزب الله فهل هتقتصر المعارك ما بين حزب الله واسرائيل على المعارك الحدودية والمنوشات الحدودية ولا ايران هتقلب الطاولة على اسرائيل او هتعمل شيء انا ما بقول شيء اه ولا بقول لا احنا كان عندنا اسرائيل اقنية لسه من ثلاث ايام موجود في ايران الانتخابات اللي حصلت في تايوان قريب وصعود عندنا القوميين بشكل كبير قوي ما رجع مقدد الصراع تاني او ما اجج الصراع بشكل من جديد ما بين الصين وما بين تايوان ولسه الصين اعلنت من فترة بسيطة من يومين ثلاثة على تأكيد ان تايوان هي ارض تخص الصين بص انا ما بش حابب ان انا اديلك نظرة شاومية ولا بقول لك اخد بالك هيحصل حرب عالمية تانية ولكن في النهاردة صراعات وتفاقمات كبيرة موجودة على ارض الواقع احنا عايشين او شايفين اقوى من الصراعات اللي كانت حصلة كمان قبل الحرب العالمية التانية اوجه التشابه اللي موجودة النهاردة على ارض الواقع نفس اوجه التشابه اللي حصلت قبل والاسباب اللي كانت قبل الحرب العالمية التانية هل لو كان ايام الحرب العالمية التانية معاهدة فرساي والضربات اللي جابوها على ألمانيا والعقوبات الاقتصادية ما فهاش أوجه ده شابه بنفس برضو العقوبات الاقتصادية اللي الغربة عملها دنهاردة على روسيا فنفس الشيء النهاردة كل العوامل دي أنا بشاق شايف باختصار شديد أن في خطر كبير فيا ريت لو سمحتوا اللايك لأنه فعلا بيفرق كتير جدا وبيقدر يصدق من الريبورتات ووجهة نظري سواء تتفق معايا أو تختلف معايا وارد أن يكون صح وارد يكون خطأ ولكن في كل الأحوال لكم كل الاحترام والتقدير بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة